كنا تعرضنا فيما سبق إلى طبيعة التربية وقلنا أنها طبيعة خمسية فهي علم وفن وفكر وتقنية وأخلاق وآن الأوان الآن نمر إلى القصة أو القضية الموالية وهي موضوع التربية إذن ما هو موضوع التربية؟ في الواقع يوجد اختلاف بين علماء التربية في تحديد موضوع التربية وذلك يعود إلى اختلافهم حول هدف التربية وحول غايات التربية في كل مجتمع وطبعا حول اختلافهم في الأولوية التي يعطونها للفرد أولا أم المجتمع أولا فهناك دائما بين علماء التربية من يعتبر أن الهدف الأساسي للتربية هو الفرد قبل المجتمع وهذه خاصة المجتمعات الليبرالية بصورة عامة فهي مجتمعات يكون فيها الفرد هو المركز وهو المحور وهو يعني صاحب الأولوية على المجموعة بينما هناك مجتمعات أخرى وهي المجتمعات الآن ذات الاتجاه الاجتماعي بصورة عامة هي تعطي أولوية للمجتمع على حساب الفرد فلذلك ما هو موضوع التربية إذن قصة خلافية بين علماء التربية لهذه الأسباب التي شرحناه ومع ذلك فإن أفضل تحديد لموضوع التربية الأساسي هو في القول بأن التربية موضوعها هو في الآن نفسه الإنسان والمجتمع الإنسان هنا المقصود به الفرد والمجتمع المقصود به طبعا سوسايتي يعني المجموعة التي يعيش فيها إذن الأفراد ما المقصود بذلك؟ المقصود بذلك حسب مرجع موجود لدينا هو شفشق وآخرون أن وظيفة التربية الأساسية هي مساعدة الفرد على تحقيق أكبر قدر ممكن من التوازن بين مكوناته الداخلية وعناصر بيئته الخارجية لاحظوا الفرد توازن بين مكوناته الداخلية للفرد والعناصر المكونات لبيئته الخارجية ولذلك قلنا قبل قليل أن أفضل تحديد لموضوع التربية هو الفرد هو القول بأنها موضوعها الفرد والمجتمع وأنها لا تميز أو لا تفضل جانبا على آخر وإنما هدفها خدمة الفرد والمجتمع في سبيل ماذا؟ في سبيل سعادته الشخصية من ناحية وإصدهار المجتمع الذي ينتمي إليه من ناحية ثانية إذن موضوع التربية هو الفرد والمجتمع وهذا يكون في نوع من التعادلية أو التوازن بين إذن أهمية الفرد وأهمية المجتمع ترجمة نانسي قنقر